قام مدير عام صندوق النظافة منصور وادي وفريق من الصندوق بأعمال تصفية السدود والعقم الترابية وتوسعة الوديان من الأضرار ومخلفات السيول وكان محافظ أبيان قد وجه نداءات لإنقاذ مدينة باتيس جراء فيضانات السيول وكذا تعرض السدود والحواجز المائية وقنوات الري والتي أثرت على مجرى الأودية خلال الفترة القليلة الماضية وأكد أن سكان مدينة باتيس معرضون للخطر الدائم بعد ارتفاع منسوب مياه وادي بناء بناء وتجاوز الأعمال الأعوام السابقة